اهلا بالحلوين كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الفطر المبارك عملتلكم بقى هنا في الفيديو شوية تسريحات هينفعوا في الاعياد وفي المناسبات بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة وتفعلوا الجرس عشان يصلكم كل جديد اول باول انا بنزله وانا حابة اعرف انتو من انهي بلد ياريت تكتبولي تحت في الكومنز وتقولولي هتعملوا ايه في العيد ويلا بينا بقى ندخل على الفيديو على طول التسريحة الاولى اللي معانا دي تسريحة يعني بحسها شبه الاميرات كده اسمت الشعر من الجنب من فوق كده من النص لحد وراء الود وبدأت ان انا اعمل خصل بالشكل ده جبت بقى الخصلة الاولى مع الخصلة التالتة هربطهم مع بعض بس قبل ما نربطهم هنقسم الخصلة الاولانية الاثنين وندخل التانية فيها وبعد كده نربط الاولى مع التالتة يعني مش عارف انتو مركزين معايا ولا انا لاخبطتوكو يعني هي الطريقة بسيطة خالص هنربط رقم واحد مع رقم تلاتة ورقم اتنين مع رقم اربعة الارقام الفردية مع بعض والارقام الزوجية مع بعض دي كده رقم اتنين اسمتها لاتنين ودخلت فيها رقم تلاتة وهاخد رقم اتنين دي نربطها مع رقم اربعة وبعد كده بقى بنبدأ نشد من الجناب كده شدة بسيطة علشان نعمل فوليوم كده للشعر ويبقى شكله حلو طبعا هنعمل كل ده في كل الخصل بعد كده بقى هناخد الخصلة رقم تلاتة وهنقسمها لاتنين وندخل جواها الخصلة رقم اربعة بعد كده هنسبت الخصلة رقم اربعة فوق علشان ما تلخبطناش وما تنزلش تحت واحنا ايه بنشتغل وتضيقنا ونبدأ بقى ناخد الخصلة التالتة دي نربطها مع الخمسة وبكده احنا نكون خلصنا الخصل اللي لزقة في الراس نفسها بعد كده بقى هنفضل مكملين في الخصلتين اللي قدامنا دول هنقسم كل واحدة فيهم مرة وندخل التانية فيها ونربط من تحتها وهنكرر نفس الموضوع لحد ما نخلي طول الضفيرة دي تقريبا توصل لحد نص الراس من وراء علشان لما نيجي نعمل الناحية التانية في الجنب التاني نربطهم مع بعض لما نخلص نقسم واحدة اهي ندخل جواها التانية بعد كده نربط الجنبين دول مع بعض بعد كده بقى نشد شدة بسيطة او نرخي الشعر بالطريقة دي ونكرر كمان مرة هنقسم وندخل ونربط ونرخي بسيطة وسهلة تسريحة جدا وفي الاخر شكلها بيبقى توحفة نسيت اقول لكم ان انا مستخدمة توك استيك في التسريحة دي علشان انا مش عايزة توك تبان اصلا يا اما ممكن تستخدموا توك صغيرة جدا بحس انها برضو ما تبقاش باينة قوي عشان يبان جمال التسريحة تعالوا بقى نشوف الطول بتاع الضفيرة دي وصل لحد النص ولا لسه تقريبا هي هنا محتاجة معانا واحدة كمان هعملها وخلصها علشان نروح للجنب التاني تعالوا بينا بقى ننتقل على الناحية التانية ونعمل برضو نفس الضفيرة في ثواني كده نكون خلصنا الناحيتين هنبدأ بقى نزبط الشعر من ورا ونسرحه ونجيب بعد كده الضفرتين على ورا ونربطهم مع بعض ونحط اي اكسيسوريز حلوة عندنا وبكده تكون خلصة التسريحة الاولى معانا ولو انتوا لسه بتتفرجوا على الفيديو لحد اللحظة دي فانحبه اشكركم جدا واتمنى ان الفيديوهات تكون عجباكم نبدأ بقى ندخل على التسريحة التانية تسريحة بسيطة وسهلة وما بتاخدش اي وقت خالص تنفع للبنات اللي هما الاصغر شوية يعني سنتين وثلاث سنين هتبقى حلوة قوي معاهم يلا بينا في الاول بقى هنبدأ نقسم الشعر زي ما انتوا شايفين من الجنب الاول من فوق من ناحية اليمين ومن ورا ومن جنب الناحية الشمال الناحية التانية هنجيب بس الشعر ده كله كده على قدام ونربط الشعر اللي ورده كله مع بعض علشان احنا هنشتغل على الجزء الامامي بس والتسريحة دي هتبقى حلوة جدا على البنات اللي شعرهم قصير والطويل برضو بس القصير علشان يعني مش هنحتاج غير الجزء الامامي ده هنقسم جزء صغير من قدام ونجيبه على ناحية واحدة فيهم يا الناحية اليمين يا الناحية الشمال انا ربطها على الناحية الشمال بتوكاستيك بالشكل ده بعد كده بقى هبدأ اضفرها واربط اخرها بتوكاستيك بالطريقة دي هنيجي وراها وناخد خصلة كمان وهبدأ اسرحها على الناحية اليمين عكس الخصلة الاولانية كنت جايبها على الشمال فالخصلة دي انا هجيبها على اليمين وبرضه هنبدأ ندفرها هدفر جزء صغير فيها بس علشان انا مش محتاجة اكتر من كده وبعد ما خلصنا الضفيرة هنسبتها بتوكاستيك نيجي بقى على اخر حاجة من وراء هناخد الجزء ده وهنقسمه بالطول كده لاتنين هاخد ناحية فيهم اللي هي ناحية الشمال دي وابدأ اخد معاها الضفيرة الشمال اللي قدام واربطهم مع بعض وركزوا في الاخر كده علشان دي يعني معظم التسريحة الشكل بتاعها فيها ما شددش اخر ربطة للاخر طلعتها كده للنص علشان اعمل الشكل ده هاخد الناحية اليمين واربط معاها الضفيرة اليمين بالشكل ده وبرضه ما شدش اخر ربطة معانا للاخر علشان يطلع برضه معانا الشكل ده ونبدأ نجيب اي اكسيسرز حلوة عندنا ونحطه وده الشكل النهائي للتسريحة عايزاكم بعد ما تتفرجوا على الفيديو كله تقولولي ايه اكتر تسريحة عجبتكم اكتبولي تحت في الكومنس وقولولي ايه هي التسريحة اللي هتعتمدوها في العيد يلا بينا بقى ندخل على التسريحة التالتة والاخيرة معانا في الفيديو برضه سهلة وسريعة جدا تنفع بقى للبنوتات الكبار شوية يعني من 6 سنين وانتو طلعين وهتبقى حلوة قوي مع الشعر متوسط الطول والطويل هنبدأ نقسم الشعر من قدام من وراء الودن لحد وراء الودن الناحية التانية بشكل دوران زي ما انتو شايفين هناخد الجزء الامامي ده نسرحه عجب ونربطه بتوكاستك بعد كده بقى هنسرحه كويس ونضفره وانا بحاول اسرع لكم الفيديو او اقص منه علشان ما يطولش عليكم بعد ما خلصنا بقى الضفيرة هنبدأ نربطها بتوكاستك ونجيبها على قدام ونصرح الجزء الخلفي ده ونجيبه على جنب عكس الجنب اللي فوق وبعد كده بقى هنجيب الضفيرة نربطها مع الجزء اللي ورا هنجيب بتوكا كده شكلها حلو ونربطها بيها او ممكن تربطه بتوكا عادية او بتوكاستك وبعد كده تحطه اكسسوريز شكله حلو برضو هيكون جميل وده الشكل النهائي للتسريحة اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم ما تنسوش تحطوا لايك ولو لسه مشتركتوش في القناة ياريت تعملوا سبسكرايب وتفعلوا الجرس واشوفكم ان شاء الله على خير في فيديوهات تانية كتير كان معكم ألاء وآية سليم